موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكو حبابي طلاب الصف السادس اليوم نأخذ الدرس الثاني كتاب العلوم والحياة الصف السادس منهاج الفلسطيني درس كثير سهل الجهاز العضلي من اسمه جهاز عضلي يعني شم ديتكوون من هذا يا حلوين ديتكوون من عضلات طب كل عضلات لها نفس الأنواع أكيد لا العضلات ربنا خلقها بأنواع متعددة كل واحدة لها وظيفة يعني سبحان الله اللي تتلاءم مع تركيبها نجي نتطلع معها نشاط واحد أتأمل الصورة المجابرة وأجيب ما الذي يغطي يكسو الجهاز الهيكلي إذا بتلعظوا الجهاز الهيكلي العظام شو يكسو العظام نحكي له اللحم إيش اللحم هذا اللي هو العضلات هذا شو بيكسو العضلات هيا هون يكسو الجهاز الهيكلي عضلات هل توجد عضلات في أماكن أخرى داخل جسم الإنسان أكتب أمثلة أكيد نعم توجد عضلات في الأعضاء الداخلية في الجسم زي القلب والأمهع القلب عضلة نعم القلب عضلة أكتب أنواع العضلات التي تظهر في الشكل المجاور حسب مكان وجودها في الجسم في عند العضلات الهيكلية ترتبط بعضهم الهيكل العظمي العضلات الملساء غير مخططة والعضلات القلبية لأنها توجد في القلب فقط هاي أنواعهم وفي عندنا عضلات هيكلية عضلات قلبية عضلات ملساء لماذا سميت كل من العضلات الآتية بهذا الاسم؟ ليش سمينا الهيكلية هيك؟ ترتبط بعضهم الجهاز الهيكلية أو الهيكل العظمي الملساء غير مخططة كيف يعني غير مخططة؟ طلوا عليها حلوين هاي العضلات الملساء شايفينها؟ مش مخططة زي الهيكلية المخططة هاي لا ايه العضلات القلبية لأنها توجد في القلب فقط أكمل وزميلي الجدول الآتي نجي نطلحون على الجدول ونشوف وجه المقارنة العضلات الملساء وين موجودة في الجسم؟ موجودة في القناة الهضمية وفي عندك أجزاء مختلفة العضلات الهيكلية متصلة بعضهم الهيكل العظمي زي عضلات الذراعين الساقين والركبة العضلات القلبية في القلب هل هي مخططة ولا غير مخططة؟ الملساء غير مخططة الهيكلية والقلبية مخططة وظيفتها تحريك المواد عبر الأعضاء الداخلية في الجسم هاي وظيفتها تحريك عظام الهيكل العظمي هاي وظيفتها ايه ضخ الدم أتأمل السؤالات يستنج بعض من أهمية العضلات لجسم الإنسان لاحظوا إنها بتساعد هون في ضخ الدم هون بتلاحظ إنها بتساعد في الإخراج هون بتساعد في الحركة اليومية لو بنا نيجي هون هاي تدخل دم إلى أنحاء الجسم تساعد في حركة الجسم تحرك المواد داخلها نطلع على نشاط اثنين إذن شو العضلات أنسجة تشكل 30 40 بالمية من كتل الجسم الإنسان طيب نشاط ألعب مع زميلة حاول حرك العضلات يرفع ذراعي إلى أعلى طبعاً تقدر تحرك حرك لسانك تقدر إدفع صاقي إلى الأمان أمنع حركة أمعائي هاي لا تستطيع تحكم فيها أتعكم في ضخ الدم في القلب هاي أشياء لا أستطيع تتعكم بها إذن هالعضلات تقسم إلى ايه؟ تقسم هاي يسمى العضلات اللي بقدر أتحكم فيها بعضلات إرادية الحركة اللي بقدر أتحكم إيش بحكي لها إرادية الحركة واللي ما بقدر أتحكم فيها عضلات لا إرادية الحركة شو عضلات إرادية زي اليد الساق وعضلات اللسان إنه يسمى العضلات التي لا استطيع تحكم بها عضلات لا إرادية الحركة زي إيش زي المعدة زي الماء زي عضلة القلب في حد يقدر يوقف قلبه لا طيب عضلاتي تعمل أثني ذراعي كما في الشكل وأتحسس العضلة أسفل الذراع أصيبها منقبضة ولا منبسطة الأسفل هيها منبسطة طيب والبالأعلى بتكون منقبضة ديروا بالكوان إذن منبسطة ومنقبضة نتطلع على الشكل الثاني بينما هون يوم عملنا هيك بسطنا الذراع هاي شو صار لها اللي فوق صار لها انبساط واللي تحت ايش صار لها انقباض هاي هي معناها إذن بسنتج عضلات الهيكلية تعمل على شكل أزواج فعند انقباض العضلة الأولى شو العضلة الثانية بصار لها انبساط والعكس صحيح واضح يوم بتنقبض بتنبسط يوم بتنبسط كل وعدة واللي قبالها سلامة جهازي العضل اقرأ هو زملاء النص الآتي وأجيب أثناء متابعة أسامة مباراة كرة القادم متخب الفلسطيني أشار المعلق إلى تبديل أحد اللاعبين بسبب إصابته بتشنج عضلي بحث أسامة في الشبكة العنكبوتية عن التشنج العضلي فوجد أن تشنج العضلات طلع طلع شو تشنج العضلات تعلمها هو انقباض في العضلات دون أن يتبعه انبساط شو التشنج انقباض بدون انبساط كما في الحالة الطبيعية شو بيسببها الآلام شديدة شو تشنج العضلات انقباض بدون انبساط هذا هو هاي انقباض العضلة لا يتبعه انبساط ويسبب آلام شديدة يقوم اللاعبون عادة بأنشطة الإحماء قبل ممارسة الرياضة ليش بيعملوا أنشطة إحماء ليش يا حلوين لأنه بزيد تدفق الدم للعضلات وبهيئة العضلة القيام بالأنشطة مهمة تعليمية يكتب في دفتري ثلاث نصائح تخاف من خلال على صحة جهازك العضلي هيا مثلا التغذية الجيدة تناول أغذية غنية بالبروتين اللازم لنمو العضلات بمارس التمرين الرياضية المناسبة الراحة والنوم فترة كافية عدم إرهاق العضلات بشكل مقرد ولا أسهل من هيك درس درس سهل إذن باختصار شو الدرس يا حلوين الدرس كلياته في عندي عضلات في عندي ثلاث أنواع من العضلات عضلة هيكلية مخططة عضلة قلبية كمان مخططة عضلات الملساء غير المخططة كل واحدة اللي هم هيك ليش هيكلية هاي ترتبط بالهيكل العظمي ليش ملساء لأنها يا حلوين ما بتيجي مخططة ليش قلبية لأنها متوجد بالقلب هاي بتشوفهم كل واحدة ومكانها ووظيفتها وحكينا شو العضلات أنزجة 30-40% من كتلة جسم الإنسان وفي عندي عضلات بتحكم فيها بسمية عضلات إرادية عضلات ما بقدر تحكم فيها بسمية عضلات لا إرادية باختصار لاحظوا أن العضلات بتعمل بإنقباض وإنبساط العضلة المقابلة إلها يومها بتنبسط هذيكها بتنقبض والعكس صحيح بالسلامة شو بتعمل شو التشنج العضلات هو إنقباض لا يتبعه إنبساط بسبب آلام شديدة ليش اللاعبين بعملوا أنشطة الإحماء مارسة الرياضة ليش؟ عشان يزيد تدفق الدم للعضلات كثير سهل كثير بسيط نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء